التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في العاصمة الإيطالية روما كلا على حدة فخامت قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية ودولة نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية ومعالي تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي ومعالي أرسولا فاندرلين رئيسة المفوضية الأوروبية وبحث سموه مع المشاركين في المؤتمر خلال هذه اللقاءات مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل دعمه وتطويره لما فيه المصلحة المشتركة للجميع كما تناولت لقاءات سموه أعمال المؤتمر ومخرجاته معربين عن تمنياتهم أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة في تعزيز التعاون الدولي الفاعل لوقف الهجرة غير النظامية والحفاظ على الأرواح البشرية